بخصوص رامد بالفعل سيد رئيس الحكومة ترأس اجتماعا لأنه الآن الفئة الوحيدة اللي بقت الآن بدون أن تدخل في ورش الحماية الاجتماعية الذي أقره جلالة المالك وأقره بأجندة واضحة هو أنه في نهاية هذه السنة 2022 يجب أن ننتهي من ملا مو الحمد لله الحكومة توفقت في هذا الورش وأخرجت 22 المرسوم السابق بقتل ألف أدراميد لتقريبا 11 مليون هما وداوي الحقوق اللي معهم يعني الأبناء والزوجات إلى غير ذلك الحكومة سوف تتحمل هذا الشق يعني المساهمة للهذه الناس لأنكما ترونه في الاجتماعات السابقة كنا نجيب المرسوم وتنقولها القطع مثلا دير الصناعات تقليدية هاي حالباش غير سهم الحكومة نظرا لحاجة هؤلاء هذه الفئة لأنهم ما عندهم مش الإمكانيات خاصة أنهم موجودين في نظام لإعانة طبي الراميد الحكومة سوف تتحمل هذه سوف تتحمل هذه يعني هذه الكلفة المالية وقد يدخلوا وقد يلتحقوا وقد يبدوا يستفيدوا بحالهم بحال جميع المواطنين المغاربة وطبعا مني غير توضح من غير خرج الورش ديال السيجيل الاجتماعي سوف يساعدون كثيرا في تحديد الأشخاص الذين يحتاجون فعلا إلى دعمين مباشر من طرف الحكومة اشتركوا في القناة